برحب بكم عزيزي مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وحلقتنا النهاردة معركة أين الله الجزء الخامس ومازلنا مستمرين في نقل وقائع وأحداث معركة أين الله وعنوان حلقتنا صدمة وهابي في عقدته في الحلقة دي هنشوف مدى تأثير هذه الأحداث على عوام الوهابية وردت فعل بعض عوام الوهابية السلفية وأثار النزاع العميق والطويل بين الغالبية العظمى من المسلمين اللي هم الأشعرة وبين الأقلية أو أقل من الأقلية اللي هم الوهابية السلفية في البداية أفكركم بكلام شفناه في فيديو للأشعاري الدكتور نبيل الشريف وخلينا نشوف الفيديو مع بعض المشبهة من شأنهم إذا التقوا بشخص أول ما يبدأونه بالكلام بهذا الحديث ليثبتوا في قلبه على زعمهم أن الله يسكن في جهة السماء الله تعالى هو خالق السماء وخالق العرش وخالق الأماكن وخالق الجهات لا يجوز أن يكون كخلقه التنزيه كله فهمه الصحابة من قول الله تعالى ليس كمثله شيء وكلام الرسول لا يناقض الآية والآيات لا تتناقض مع هذه الآية المحكمة فالذين يريدون هذا الحديث لإثبات أن الله يسكن السماء على زعمهم استدلالهم باطل وإرادهم لهذا الحديث في غير محله وهم بذلك كذبوا القرآن وكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وطبعا المشبهة هم المجسمة وهم برضو الحشوية وكلها أسماء للوهابات السلفية اللي بيقول عنهم الدكتور الأشعر نبيل الشريف أن أهم خطوة بيبدأوا بها في دعوة أي شخص هي إقناعه بأن الله جسم وأن الله ساكن في السماء وأنه محدود بمكان ويحويه زمان وده كله حسب كلام الدكتور الأشعر نبيل الشريف ويتناقض مع القرآن جملة وتفصيلا وبيكذب الله الرسول وكل ده لا يؤدي إلا إلى التجسيم والقفر ونواصل كلامه ونشوف الفيديو اللي جاي الإمام الشافعي رضي الله عنه قال المجسم كافر يعني المجسم ما عرف ربه من هو المجسم الذي يثبت لله المكان مجسم يعني من يثبت المكان لله يتصور أن الله بيحتاج إلى المكان واللي هو من خلق الله وده دليل على أن اللي يقول أن الله في السماء لا يعرف ربه ويريد كده وبس لا ده لا ينزه الله وينسب لله النقص ويخالف فهم الرسول والصحابة ونشوف الدكتور الأشعر نبيل الشريف هيقول لنا إيه كمان في الفيديو اللي جاي التنزيه كله فهمه الصحابة من قول الله تعالى ليس كمثله شيء وكلام الرسول لا يناقض الآية الدكتور نبيل الشريف بيقول التنزيه كله فهمه الصحابة من قول الله تعالى ليس كمثله شيء وكلام الرسول لا يناقض الآية وهنا فعلا المشكلة أن التنزيه مختلف عليه بين الأشعر والوهابية السلفية الفرقتين بيستخدموا نفس الآية الأشعر عشان ينزه الله يقول ليس كمثله شيء فبالتالي صفات الله مش حقيقة لكن مجازية والوهابي السلفي برضو علشان ينزه الله يقول أن صفات الله حقيقية ولكن ليس كصفات المخلوقين وبرضو بيستشهد بآية ليس كمثله شيء ودي قاعدة عند الطرفين على طول الخط من أكتر من 1200 سنة عكس بعض ونشوف الشيخ زيد البحري وهو بيأكد القاعدة دي في الفيديو اللي جاي أي صفة لله عز وجل فهي لا تشابه صفة المخلوقين ليس كمثله شيء قاعدة عنده خذها آية هي قاعدة عند أهل السنة والجماعة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أليس المخلوق له سمع؟ بلى أليس المخلوق هو بصر؟ لكن بصره جل وعا ليس كبصر المخلوقين سمعه ليس كسمع المخلوقين لذلك يقول أبو حنيف رحمه الله يسمع لا كسمعنا ويبصر لا كبصرنا ليس كمثله شيء يعني سمعه ليس كسمعنا بصره ليس كبصرنا والمفاجأة اللي عند الوحبة السلفية أنك ممكن تقول جسمه ليس كأجسامنا وشوف مع بعض الشيخ ابن عسيمين هيقول لنا إيه في الفيديو اللي جاي نقول إذا لازم أن يكون جسما من كلام الله فليكن ذلك ونحن نؤمن به ولكننا نقول إنه ليس كأجسام المخلوقين الشيخ ابن عسيمين قال إذا لازم أن يكون جسما من كلام الله فليكن ذلك ونحن نؤمن به ولكننا نقول إنه ليس كأجسام المخلوقين يعني نقدر نقول ليس كمثله شيء أو ليس كجسمه جسم وهو ده التجسيم بعينه مهما حاول الوهاب السلف أنه يلف ويدور ويقول ليس كالأجسام الجسم لا يسبه أجسام خلقه فهو تجسيم كلام الوهابية السلفية الصادم مش للمخالفين وبس لا ده مفاجئ وصادم بالدرجة الأولى لعوام الوهابية وهدون نقول لحضراتكم من موقع إسلام ويب سؤال وجهه أحد عوام الوهابية السلفية وخلينا نشوف مع بعض السؤال من موقع إسلام ويب شيخانا الفاضل أردت أن أسأل سؤالا وأرجو عدم إحالة إلى فتوى أخرى سؤالي هو قرأت بعض الصفحات من كتب العقيدة فأرى أهل السنة يثبتون الصفات مع استمسكهم بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهذا جيد فهم ينفون التشبيه وشفنا مدى الحيرة والتخبط اللي في كلام الوهابي السلفي وهو بيقول أنه نقرأ بعض الصفحات من كتب العقيدة يعني كتب العقيدة اللي هي أهم كتب في حياة الوهابي السلفي واللي بسبب العقيدة دي نشوف أن الوهابية السلفية بتفسق وتبدع وتكفر الغالبية العظمة من المسلمين والمفروض أن عوامل السلفية الوهابية لما يقرأ الكتب أو الكتاب بالكامل وبرضه المفروض أن عوامل الوهابية السلفية لما يقرأ كتب العقيدة الوهابية يكونوا فاهمين فيها إيه من كتر ما سامعوا شيخهم وهما بيشرحوها وبيكفروا كل اللي بيخالفهم نتفاجئ أن فيه واحد من عوامل الوهابية السلفية مش بيقرأ كتاب بالكامل وبعد كده يسأل لأ ده أول ما أرى صفحتين أو ثلاثة ثلاث صفحات وفهم منها أنه ليس كمثله شيء عكس اللي هيقرأ في الصفح الرابعة اللي بعديها وهلنقول لحضراتكم ردت فيها لصاحب السؤال اللي ممكن نسميه وهابي سلفي عامي ونشوف بيقول إيه إلا أني قرأت في كتاب شرح الوسطية للعسيمين حيث قال رحمه الله وإن أدلة نفات الرؤية العقلية فقالوا لو كان الله يرى لازم أن يكون جسما والجسم ممتنع على الله تعالى لأنه يستلزم التشبيه والتمثيل وهنا صاحب السؤال بينقل كلام الشيخ الوسيمين لو كان الله يرى لازم أن يكون جسما والتشتيم لا يجوزه حق الله لأننا لو قلنا أن الله جسم يبقى كده إحنا بنشبهه بخلقه ودلوقتي أنا هعمل لكم ملاقص لحلقات النهاردة شفنا في حلقة النهاردة الدكتور نبيل الشريف قال المشبهة إذا التقوا بشخص أول ما يبدأونه بالكلام بهذا الحديث أصدو حديث الجريع ليثبتوا في قلبه على زعمهم أن الله يسكن في جهة السماء واستشهد بقول الإمام الشفعي قال المجسم كافر المجسم الذي يثبت لله المكان وبعدها شفنا الشيخ زيد البحري قال أي صفة لله عز وجل فهي لا تشابه صفة المخلوقين ليس كمثله شيء قعد عند أهل السنة والجماعة واستشهد بقول الإمام أبو حنيفة لما قال الله يسمع لك سمعنا يبصر لك بصرنا والشيخ الوسيمين قال إذا لزم أن يكون جسما من كلام الله فليكن ذلك ونحن نؤمن به ولكننا نقول أنه ليس كأجسام المخلوقين وشفنا سؤال مهم من مسلم وهابي محتار بيقول أهل السنة يثبتون الصفات مع استمسكهم بقوله تعالى ليس كمثله شيء فهم ينفون التشبيه غير أنه أرى في كتاب شرح الوسطية للوسيمين إن أدلة نفاة الرؤية العقلية فقالوا لو كان الله يرى لازم أن يكون جسما والجسم ممتنع الله تعالى لأنه يستلزم التشبيه والتمثيل والسؤال اللي أنا هسيبه مع حضراتكم في نهاية الحلقة خصوصا مع الوحبية إنكم هتشوفوا الله يوم القيامة مفيش مسلم وهابي ينكر رؤية الله لو كان الله يرى يوم القيامة كيف يرى الله إن لم يكن جسما ليس كأجسام المخلوقين زي ما بتقولوا تابعوني الحلقة الجاية عشان نستكمل حيرة المسلم من اللي أراه في العقيدة وإزاي الشيوخ ردوا عليه وألتقي بكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا من أنت هترد بعقل أنت من أقبل بعقله وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقله يبقى الدين يبقى ولعوبة بين حقل المسا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة